إلى إمكانيتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدائن المتوسط والبعيد وفي إطار الترجمة العمليين لذلك وكمثال حي على مبدأ التنفيذ الذي نجتمع اليوم تحت مظلاته أقوم اليوم مع فخامة رئيس وزراء المنويج بإطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة مئة ميجاوات في العين السخنة والذي يعدنا مزاجا عمليا للشراكة الاستثمارية المحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة ونأتي ترتكز إلى جانب دور الحكومات على القطاع الخاص الوطني والأجنبي للعمل يدا بيد في هذا القطاع المسمر وستطاح لنا الفرصة اليوم للتعرف على كافة جانب هذا المشروع من الشركات المنافزة له ونأتي تشارك معنا في هذا الحوار أصحاب الجنالة والفخامة والسمو السيدات والسادة أنا وينقر التفاق على أن الصراحة والمكاشفة هما السبيلان الوحيدان نحو الملي قدما بشكل متسق نحو أهدافنا المشتركة فاسمحوا لي أن أنقل لكم بعد ما يصير قلقنا هنا في مصر وفي غيرها من الدول النامية الصديقة أولا على الرغم من الفرص التي يتحوها قطاع الهيدرجين والجالي ترجمتها بالفعل إلى مشروعات في الكثير من الدول ووفقا للمكانة الدولية للطاقة فإن نصيب الدول النامية من هذه المشروعات المقترحة لم يتجاوز سوى مشروعين من ضمن نحو 680 مشروعا مقترحا في مجال الهيدرجين الأخضر على مستوى العالم ومن ثم يظهر جاليا أن الدول النامية تظل أقل قدرة على الاستفادة من الفرص التي يمثلها التحول نحو الهيدرجين الأخضر بخطة متسارعة وذلك لضعف قدراتها التكنولوجية في هذا المجال الجديد وغياب البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين وخلق سلاسل الإنداد اللازمة للتجارة الأمنة وكذلك لضعف تدفقات التوين والاستثمارات الموجهة إليها على نحو مستدام ثانيا أنه حتى في الحالات القليلة التي تستطيع فيها الدول النامية أن تقطع خطوات ثابتة في هذا المجال كمصر على سبيل المثال يظل عليها مواجهة التحدي الناجم عن توجه بعض الدول لدعم منتج الهيدرجين الأخضر المحليين على نحو يخفض من تكلفة إنتاجهم وهو الأمر الذي يتسبب في إحداث الخمل بالسوق العالمي للهيدرجين ويساهم في إضعاف تنافسية الهيدرجين الأخضر المنتج بالدول النامية مقارنة بنظره من الدول المتقدمة وهنا يضاف إلى التحديات الفنية المرتبطة بالمعايير والاشتراطات الخاصة بتجارة الهيدرجين وتحديد مصادره والتي أتعين أن تتسم بالمرونة مع الحفاظ على مبادئ الشفافية أصحاب الجنانة والفخامة والسماء السيدات والسادة إنما يدعوني إلى طرح هذه الشواغل عليكم هو ثقتي فأن حوارينا اليوم لا بد أن يخرب خطوات تنفيذية واضحة نتوافق عليها جميعا تصل بنا إلى إليات وحلول ناجعة تتعونى نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تحول الطاقة من هذا المنطلق والتساقل مع مبدأ التنفيذ اللازم نركز عليه في هذه القمة اسمحوا لي أن أعلن من هنا عن مبادرة جديدة عملت مصر عليها مصر عملت عليها مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء حيث يسعدني اليوم وبالشراكة مع فخامة السيد أليساندر ديكرور رئيس وزراء بلجيكا أن نعلن عن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدرجين المتجدد والتي تهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتدى والمستهلكة للهيدرجين ومع القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال بغرض تنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدرجين بما يساهم في الإسراع من مطيرة الانتقال العادل الذي نصب إليه جميعا ختاما وفي دوق هذه المائدة أن هذه المائدة تجمع بعض كبريات الدول المنتجة والمستهلكة للهيدرجين ورسائل منظمات والشركات العاملة في هذا القطاع فأنا أتطلع إلى نقاش هادف ومثمر وبناء لاستمع فيه إلى التوجهات والأراء المختلفة وتتعرف من خلاله على أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة وأنني على ثقة أننا سنخرج اليوم أكثر فهما لطبيعة المسألة وأكثر وعيا بحجم العمل الذي يتعين علينا القيام به في هذا الإطار لتحقيق ما نطمح إليه أشكركم وأتطلع إلى حديثنا المتن